ثمن التحرك الفلسطيني الأخير في الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية هو خمس عقوبات إسرائيلية اتخذها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية في أول اجتماع له أول هذه الخطوات تمثل في اقتطاع أكثر من 37 مليون دولار من أموال السلطة الفلسطينية تلاها تجميد خطط بناء للفلسطينيين في مناطق المصنفة جيم في الضفة الغربية وسحب بطاقات الشخصية الهامة من بعض المسؤولين الفلسطينيين واتخاذ إجراءات ضد مؤسسات قانونية هذه الإجراءات مبيتة مسبقا وأخترها كما هو واضح فيما يتعلق فيما يسمى مناطق سي حيث هذا مؤشر واضح تماما على سياسة الضم التي تنتهجها هذه الحكومة نحن لا نخشى الاعتقال لا نخشى غلاق مؤسسات لا نخشى الملاحقة هذا حرية شعب يستحق ما يجري الآن بالواقع جدا إيجابي موضوع الأوهام انتهى ويجب أن ينتهي إلى الأبد ولذلك يجب أن نحدد قواعدنا متانة قوتنا الداخلية شبكتنا العالمية من جهة ثانية وفي ردها على العقوبات الإسرائيلية قالت الرئاسة الفلسطينية إن الإجراءات مدانة ومرفوضة وسط تأكيد على مواصلة النضال السياسي والدبلوماسي والقانوني لإنهاء الاحتلال الإسرائي بيد أن بعض المراقبين للشأن السياسي قالوا إن هذه العقوبات هي مجرد بداية لسلسلة أخرى تبقى السلطة الفلسطينية على حافة الانهيار حكومة نتينها وفي سوف تلعب على حافة الانهيار السلطة الفلسطينية هي سوف تبقي رأسها مرفوعا فوق الماء قليلا لاستمرار التنفس ولكن مع الاستمرار في ضعفها ليست إجراءات عقابية هي تعبر عن سياسات سوف تنتهجها هذه الحكومة وربما تكون هذه الحزمة الأولى من سلسلة من الإجراءات التي تنص عليها الاتفاقات الإتلافية وبينما تنحسر خيارات المسؤولين الفلسطينيين نحو استمرار التحرك على الصعيد الدولي والتلويح بوقف التنسيق الأمني وقطع العلاقة مع إسرائيل فإن الواقع المقبل لن يحمل مساومات سياسية ولا تضيقا اقتصاديا فحسب وإنما أرض تهود وعقوبات تفرض مما توصف بأنها أصدق الحكومات الإسرائيلية التي مرت على مدار عقود في تعاملها مع القضية الفلسطينية ثم تمن يقول إن نتنياهو يبني سياستها على ركزتين عدم الدخول في مفاوضات جوارية مع الفلسطينيين وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية وثم تمن يرى أن استمرار الانقسام ونفس الأدوات والخطاب الفلسطيني المتروك للصدفة لن يغير الواقع بل يزيد من جرأة الحكومة الإسرائيلية الحالية ضياح الشياء الغد رمالله شكرا للمشاهدة